مرحبا بكم مشاهدين الكرام في برنامج الاقتصاد في الصحافة على قناتكم الاقتصادية الاولى والذين عارضوا فيه اهم الاخبار التي تطرقت لها صحف الصادر هذا اليوم نبدأ عرضنا بجريدة الاقتصادية الاولى التي نشرت افتتاحية تحت عنوان واذا المؤودة سئلت اعلنت من خلالها عن توقفها عن الصدور مؤقتا بسبب ذائقة مالية بعد سنة ونصف من وجودها كعنوان اعلامي متميز في الصحافة الورقية الوطنية اليومية المتخصصة وتساءلت الصحيفة عن سبب وعدها بعد فترة وجيزة من حياتها رغم الامال والترحيب الذي رافق ميلادها كجريدة فتية ظلت على مدار عام ونصف تدفع تكاليف اتباع بانتظام وتدفع اجور موظفيها بصورة مستمرة وكل التكاليف التي تترتب عن وجودها كعنوان اعلامي متميز لما اشتد عودها وصار صوتها مسموعا واجهت مصاعب بنوايا مبيتة او عن قصد فلم تعد قادرة على تحملها لمواصلة مهمتها الاعلامية فقررت التوقف مؤقتا عن الصدور وتأمل في العودة يوما الى الاكشاك لانها تؤمن بشرف مهنتها وشرف من يملكون زمام الامور في هذا الوطن مثل ما جاء في ختام الافتتاحية ننتقل الى يومية الوطن التي نشرت من جانبها موضوعا اخر حول تقرير لمنتدى الدول المصدر للغاز الذي سيعقد اجتماع نهاية شهر ففوريا المقبل بالجزائر وقالت ان المنتدى يبرز توقعات بتشديد في سوق الغاز واشار التقرير كما نقلت الصحيفة ان المنتدى طرح خلال قمة الامم المتحدة الاخيرة حول المناخ طريق الغاز كبديل للوقود الاحفورية التقليدية وهو ما جدد التذكير به رئيس المنتدى محمد هامل مؤخرا قائلا ان افاق سنة الفين وستة وعشرين ستعرف تشديدا في سوق الغاز التباعي المميع الذي سيصبح المصدر المثالي للطاقة في العالم اما جريدة الخبر فتساءلت من ناحيتها هل يغيث العرب وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين واشارت الى تقارير منظمات دولية دقت نقوس الخطر حول المرحلة الخطيرة من حرب الابادة التي يشنها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني وخاصة بعد قرار اثنى عشر دولة تعيق تمويلها لوكالة الامم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين الانوروى قائلة ان مرحلة التجويع تندرج ضمن المخطط الصهيوني لفرض التهجير القصري على الفلسطينيين وقالت الصحيفة ان الدول العربية لم تتحرك في مواجهة تلك المحاولات الصهيونية للقضاء على الشعب الفلسطيني المقاوم وبقيت قرارات القمة العربية الاسلامية التي انعقدت في السعودية مطلع نوفمبر حبرا على ورقة رغم انها دعت على تحرك العربية لدفع مجلس الامن الدولي لوقف العدوان الصهيونية يومية لسوغدالجيغي تحدثت من ناحيتها عن انفتاح ابواب اوروبا الشرقية على الغاز الجزائرية حيث ابرزت العديد من التقارير المكان العالمية المرموقة التي صارت تحتلها الصادرات الجزائرية من الغاز وفي مقدمتها تقرير منتدى الدول المسدرة للغاز المنشور حديثا والذي اشار الى زيادة الصادرات الوطنية من الغاز نحو تركيا مما يفتح ابواب بلدان شرق اوروبا امام الغاز الجزائرية والذي تم تصدير كميات منه تفوق 52 مليار متر مكعب خلال السنة الماضية بزيادة قدرها 3 مليارات متر مكعب عن العام الذي سبقه صحيفة الحياة نشرت خبر حول دعوة المؤسسات الصينية على تكثيف استثماراتها في الجزائر وهي الدعوة التي وجهها وزير السكن والعمران طارق بالعريبي من بكين خلال ترأسه اجتماع الدورة الثامنة لاجتماع اللجنة المشتركة الجزائرية الصينية للتعاون التجاري والاقتصادي والتقنية مناصفة مع وزير التجارة الصينية وان جوينتاو حيث طلب الوزير بالعريبي خلال نفس اللقاء بفتح الأسواق الصينية أمام المنتجات والسلع الجزائرية وأكدا أن الجزائر تثمن عاليا ما قدمته الشركة الصينية من مساهمات في إنجاز العديد من المشاريع الهيكلية ومنشآت البنية التحتية في الجزائر من بينها جزء من الطريق السيارة شرق غرب وجميع الجزائر والعديد من البرامج السكنية أما جريدة الفجر التي نختم بها عرضنا فقالت إن الجزائر تقترح العمل على ثلاث محاور لتجسيد شركات الأمن والطاقة وذلك من خلال اجتماع القمة الإيطالية الإفريقية المنعقد بروما والذي حضره وزير الخارجية أحمد عطاف ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وأشارت الصحيفة أن الوزير عطاف قدم المقاربة الجزائرية الثلاثية حول الأمن والطاقة خلال جلسة نقاش مبرزا أن الجزائر مساعدة للمساهمة مع إيطاليا في إنجاح خطة ماتي للتعاون بين روما والبلدان القارة الإفريقية وهي الخطة التي أعلنت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني من خلالها عن سلسلة من المشاريع لصالح الدول الإفريقية بهذا نصل مشاهدين الكرام إلى نهاية تقديم عرض بعض مواضيع الاقتصاد في الصحفة لنهار اليوم والذي تناولنا فيه بعض الأخبار الاقتصادية التي تناولتها الصحف الصادر هذا الصباح متبعة طيبة لبقية برامج قناتكم الاقتصادية الأولى في أمان الله